أقام حزب الشعب الجمهوري جلسة حوار وطني لمناقشة العديد من القضايا مع المواطنين وضع حلول لعدة ملفات ودرت الجلسة حول دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية في مصر في الفترة القادمة كما تمت منقشة قضايا أخرى منها حقوق الإنسان، دور المرأة المعيلة في تنمية المجتمع كما تم بحث أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل عقدنا العديد من الجلسات المتعلقة بالمحور الأساسية السياسية والاقتصادي والاجتماعي كنا مهتمين في فريق العمل المتعلق بالمحور السياسي على العديد من النقاط أو الملفات كلمنا على ملف الأحزاب ودور الأحزاب في الحياة السياسية في الفترة القادمة كلمنا على موضوعات متعلقة بين مباشرة الحوال السياسية وقانون مباشرة الحوال السياسية كلمنا على نقاط متعلقة بالمحليات والحقيقة عرفنا نوصل لعدد من التوصيات اللي نقدر نعرضها بشكل تفصيلي الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل عدد أكبر من المحافظات لأن دي بمثابة إصلاح للمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية محترمة للمواطن المصري تاني حاجة بنسعى أن الإسراع أيضا في تفعيل قانون زرع الأعضاء ليسمح بنقل الأعضاء من الموت المتوفين حديثا خرج الحزب المخرجات وتوصيات في عدة ملفات حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان خاصة بالمرأة المصرية وخاصة بالطفل وخاصة بزول الهمم وخاصة بالسجناء داخل السجون المصرية وأيضا خاصة ببعض الأفكار والمعتقدات التي موجودة في المجتمع المصري التي لا يجب أن تكون قائمة في زل هذا العصر من أبرز توصيات للمشروعات الصغيرة والمتناعة الصغر أهميتها في العدالة الاجتماعية بنتكلم على تأهيل وتدريب المعنيين الموظفين المعنيين بملف العدالة الاجتماعية الموظفين فده مهم جدا أنهم ياخذوا تأهيل وتدريب لمفهوم العدالة الاجتماعية في العموم اشتركوا في القناة